من جهته طالب وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش رئيس الوزراء نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد إعلان دول الثلاثانية الاعترافة بالدولة الفلسطينية وطالب سموتريتش من السلطات المحلية أن تلغي تحويل أموال المقاصة الفلسطينية التي كانت تحول إلى مصرف في النرويج كما دعا الحكومة إلى المضي قدما في خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية اشتركوا في القناة